المغلة التانية القرار التاني المهم أيضا تقرر بناء على توجهات سيادة الرئيس أن نضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرام ده سيكون لتكلفة طبعا مالية حوالي 2.4 مليار جنيه لكن ده أحد الوسائل المهمة أن نحن نقلب من الأعباء ونحاول التخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية على ألف أسرة الأكثر يعني 420 ألف أسرة جديدة 450 ألف أسرة جديدة ده رقم كبير لو أعتبرنا أن كل أسرة تتكون من أربع أشخاص يعني بتتكلم فوق مليون وربعمائة ألف مواطن سيستفيدوا من هذا القرار هناك قرار آخر أيضا يتعلق بالقطاع الصناعي زي ما المواطن محتاج دعم القطاع الصناعي في هذه الظروف يحتاج لدعم القطاع الصناعي الدولة محتاجة لأنه هو ده القطاع اللي بينتج وهو ده القطاع اللي بيصدر القطاع اللي بينتج لنا ما نستخدمه في الداخل والقطاع اللي من خلاله بنحصل على العملة الصعبة فكان القرار كيف تساند القطاع الصناعي في هذه الظروف في حاجة اسمها الضريبة العقارية مقررة على المباني الخاصة بالمصانع تقرر ان وزارة المالية تتحمل عب هذه الضريبة نيابة عن المصانع لان طبعا القانون لا يسمح بالاعفاء لان تقرير الضريبة بالقانون والاعفاء منها بالقانون القانون لا يسمح حاليا باعفاء المصانع نازم جهة تتحمل التكلفة فالجهة دي هتكون وزارة المالية بتكلفة تقترب من 4 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات يبقى الدولة هي اللي هتشيل ده على كتفها فلا يتحملها المصنع فيضطر الى زيادة اسعار ويجي يقول ما نبدفع ضريبة فالدولة هي مشايلة ولا حاجة بالضبط كده ولا يضطر لزيادة اسعار ولا يضطر انه يتخلص من عمالة صح حاجة ان هو تكلفته زادة تكلفتي زادة فطبعا ده ده شيء خط احمر ان احنا في هذه الظروف احنا عايزين نزود العمالة ونزود فرص التوظيف مش نقللها فدي كان ابرز الحزم اللي قررتها الحكومة لمواجهة الاثار السلبية للازمة اظن كمان حاجات متعلقة بالبورصة والارباح الرأس مالية وما الى ذلك لدعم وتنشيط البرصة والنهاردة احنا شفنا الانعكاس حصل على البرصة ازاي بالضبط كده اولا في حاجتين الحاجة الاولى في 130 مليار جنيه تم تقررهم ايضا كاحتياطي وخصص لتعامل الدولة المصرية مع تداعيات الازمة في الفترة القادمة هل نستخدم هذا المبلغ في التخفيف من اعباء وتدعات هذه الازمة الجزء اللي حضرتك ذكرته فيما يخص البورصة الجزء مهم جدا ما حدث بالبورصة اليوم تاريخي صعود تاريخي لكل مؤشرات البورصة المصرية نتيجة القرارات اللي تم اتخاذها اليوم فالبورصة استجابت على الفور وده يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصر الحمد لله نحن الان في وضع افضل كثير من 2016 لان النهاردة لما الدولار اتحرك في البنوك الناس افتكرت 2016 لا احنا اليوم في وضع افضل بكثير من 2016 لان احنا عملنا برنامج اصلاح الاقتصادي كان مشهود له بالنجاح لمدة ثلاث سنين من 2016 ل2019 فكل التحرك الايجابي في البورصة اليوم ده لسه في بكرة ان شاء الله مجلس الوزراء سيناقش حزمة دعم للبورصة المصرية فيعني ان شاء الله فيه اخبار مزيد من الاخبار الجيدة للبورصة المصرية غدا عندما يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي المخترحات الجديدة لحزمة التحرك طيب هيل جدا سات السفير يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي لازم الناس هتبقى مهتمة بيها وده حقهم احنا اتكلمنا على تسعير رغيف العيش والنهاردة المجلس اقر تسعيره واضحة مربوطة بوزن الرغيف كمان بالضبط كده الرغيف الحر ده رغيف مهم جدا يزيم الرغيف المدعوم اللي هو بخمسة قروش وسعره ثابت من سنة 1988 ده شيء شديد الحيوية بالنسبة لمواطن المصري ايضا الرغيف الحر مهم لان هناك اسر تعتمد في الغذاء طبعا هتعرف قيمة الخبز للمواطن المصري حتى يعني تسميته احنا الدولة الوحيدة اللي بتسميه يعني عيش من العيش ومن الحياة طبعا فالرغيف الحر مهم علشان كده كانت توجيهات سيادة الرئيسي نحن لا نترك هذا الرغيف وسعر هذا الرغيف يعني لأهواء التجار يقرروا ما يشاءون فيما يخص سعره كان فيه تبرير للزيادة اللي حصلت في سعر الرغيف الحر في الفترة الماضية ان اسعار الدقيق الحر ايضا غلية على المخابس فاضطروا اللي رفع التكلفة لكن وزارة التمويل تدخلت وتعهدت انها توفر الدقيق باسعار مناسبة للمخابس لكن هيكون في المقابل ان هذه المخابس تلتزم بسعر معين لا يمكن الزيادة عنه لسعر الرغيف الحر وفقا طبعا للأوزان وإلا هيخضع للعقوبة الفورية ويخضع طبعا العقوبة الفورية وعقوبات راضعة تضمنها قرار رئيس الوزراء اللي تنشر في الجريدة الرسمية اليوم فده يعني خبر جيد جدا بيمثل وضع الأسس أو وضع يعني كل شيء في نصابه فيما يخص الرغيف الحر بقى دلوقتي عندنا سعر محدد لا يجوز لأي مخبض انه يزود السعر اللي بيمثل حر عن هذا السعر وحيكون في رطابة مشددة وإجراءات راضعة تجاه من يعني يخالف ذلك